بسم الله سوف نرى أولا الصحة بشكل عام جايفاك تعبان يا برج الجدي في شغلات صارت معك تعبتك كثير في مجال الصحة يا برج الجدي تشير الأوراق اللي تلعو لك الثلاثة مع بعضهم إلى أن لديك الفرصة للشفاء من أي مرض أو إصابات سابقة لأن الورق هذا سيجلب لك الوضوح العقلي للتغلب على كل التحديات التي تواجهها وبالك فقط استرخي كذلك في منكم اللي شايفاه تعبان نفسيا وأحيانا بيصير حتى شسريا تعبان يعني من انفصال صار معه وبعده زعلان على الحبيب وهو عم يطلع على كباية الحب اللي هو مفتقدة شايفاك يعني في حاجة إلى ذعاية والدعم سواء كنت مريض أو مصاب أو حتى متدرر من العلاقة هذه اللي صارت معك أو صارت مع بعضكم فأنت يا برج الجديد تحتاج إلى إظهار المزيد من التعاطف مع نفسك وجسدك ولا تتعامل معه بقصوى أو لمبالات فإذا كنت يعني مريض فحاول أن تحتني بنفسك وتعطيها الوقت الكافي للشفاء في منكم كذلك اللي حاسس حاله يعني أن كل الأمور تسير ضدها كأن العالم بأسره ضده وحاسس بالخسارة كذلك في منكم اللي بمر بفترة من المرض والمشاكل الصحية التي قد تكون ناجمة عن عوامل يعني كالشغل أو مشاكل مالية أو مشاكل عائلية فقد تجد نفسك تعاني من التوتر والقلق فأنت بحاجة إلى الاعتناء بنفسك وسحتك وتأخذ بعد الوقت يعني لممارسة التأمل والاسترخاء يعني وتترك كل الأمور على الله كذلك يخبرك ورقة رويا برج الجديد أن الإنسان أحيانا يمر بوقت عصيب يشعر فيه أن العالم بأسره ضده ويعاني من سوء الحظ فبيقلك أن هذه الفترة هذه فترة وستمر وهذه الفترة العصيبة لن تستمر إلى الأبد فتواصل مع من حولك وقبل أي مساعدة ستتاح لك كذلك في منكم اللي بحاجة إلى أن يهتموا كذلك بشكلهم ويهتموا بحالهم أكثر لأني عم شوفهم يعني عم يهملوا نفسهم بسبب الشغلات اللي صارت معهم أيا كانت هذه الشغلات فأنت بحاجة إلى أن تنظر حولك لأن الورق بيقلك أن المساعدة قريبا منك ولكن بسبب إنغيمتك في الأفكار السلبية فأنت لا تستطيع أن ترى الفرص التي تمر من حولك والآن سنمر إلى العمل واحد شوفوا العمل الحين ففي مجال الحمل بشوف أن ورقة داروية برج الجديد يعني عم بيحدرك من الناس الذين من حولك ويطلب منك أن تكون حريصا ممن تسق فيهم فإذا كنت ستطلب مثلا قرب فيجب عليك أن تتأكد من الشروط قبل التوقيع فيمكن أن يكون حولك هناك شخص غير أمين فتكفي حدثك يا برج الجديد كذلك يا برج الجديد بالتحتمال تلاقي حالك عم تحصل على معلم أو مرشد رح يساعدك في مسيرتك المهنية ويقالك كذلك هذا هو الوقت المناسب للدراسة وهذا وقت جيد للقيام بالاستثمار أو مشروع صغير منخفض المخاطر لذلك يجب أن تتأكد جيدا من الناس الذين يعملون معك أو الناس اللي من حولك يا برج الجديد كذلك في منكم اللي تعرض يعني للغش من حدا قريب مننا قريب منكم ممكن يكون زوج زوجة إني عم شوف يعني في خداع في خداع يا برج الجديد في غش يعني يعني كأنه شي حدا بده ياخد شغلة اللي كون سواء كانت فلوس جاتكم أو ايرد أو شغلة هيك فأنتو لازم تكونوا حضرين كذلك يمكن تشير يعني البطاقة إلى إنه هناك بعض الخداع في بيئة العمل أو هناك بعض الزملاء الذين ينشرون حولك الأكاديب خلف دهرك ويحاولون مثلا يمكن سرقة أفكارك مكانك أو مشروعك وأنت لا تعلم فكن حذر من الذين يشتغلون معك في العمل يا برج الجديد وبألك كذلك في الوضع هذا استخدم فتنتك والقدرة على التكيف والحيلة والمرونة والذكاء لتضع نفسك في مقدمة اللعبة كما يعني بحذرك التارو إنك تاخد حذرك من السرقة أو الاحتيال وتجنب المراهنة فكن حذر يا برج الجديد فترة هذه كذلك بالنسبة للناس اللي عم يدوروا على شغل فإن شاء الله رح يلاقوا شغل بالفترة هذه إذا دوروا وكانوا واسقين من حالهم فالأمور رح تمشي بشكل جيد يا برج الجديد أما في خصوص الأسرة يا برج الجديد بصراحة في منكم اللي رح نحكي على الأسرة في منكم اللي في بلد والناس اللي يحبهم في بلد ثاني وشايفاكم قلقانين وحسين بالوحدة والعزلة وفي نوع من الألم كأني شايفاك في مفترق الطرق بعيد عن الناس اللي بتحبهم أو ممكن تكون بعيد عن حبيبك كذلك في منكم اللي قلقان وبيفكر كثير فممكن تجيك حالة الأرى أو خلل هرموني نتيجة الأفكار السلبية التي تدوروا حولك لهذا يجب أن تتجمع قواك وتحاول أخذ الأمور بأكثر واقعية مهما كانت الوضعية اللي انت فيها يا برج الجديد كذلك يعني في منكم اللي تعرض الخيانة سواء من الأهل أو الحبيب أو الزوج أو حداخان الثقة فاش أنا شايفا يعني إحساس بالندم والدنب كذلك في منكم اللي منفصلين فشايفا إحساس بالحزن والتعب يعني والتفكير بالماضي ففي مشاعر دنب وأسف يعني متعلقة بعلاقة سابقة مهما هي تسبب لك التعاسى أو تعاسى عميقة وكذلك شايفا إنه في تمني يعني للرجوع للماضي وتغييره في الوقت المناسب يعني كأنه في إنسان بقول يريد يعني لو يرجع الماضي وسوي كده وكده وكده يعني تسوي الشغلات قبل حصولها ففي خيبة أمل تعرض طولا يعني خلتكم ضايعين وفي مفترق الطرق فإنت تحتاج يا برج الجري إلى إيجاد طريقة للتشافي من الماضي والتعلم منها فبمجرد القيام بهذا ستظهر أمامك مجموعة من الأشياء الجميلة يا برج الجري فإنت لازم تتجاوز الشغلات اللي صارت معك أيّا كانت هذا الشيء اللي بيطلبه منك التعرض كذلك ممكن يكون الشيء اللي صار بسبب علاقة ثلاثية شيء وارد كذلك قد تشير الورقة يعني إلى أنك تعبت من الوضع الذي فيه يعني كل مرة عم تعت الحب ويعني عم تكون مخلص ولكن ما عم تلاقي التقدير وإنت مليت من الوضع ومن الوقت يعني لقيت حالك في مفترق الطرق وعم تحاول تاخد قرار يعني كأنه حدا في مفترق الطرق عم بيحاول ياخد قرار في شغلة معينة ممكن شيء حدا تخلى عنك أو أنت انسحبت من العلاقة وانت زعلان بسبب طرف دالت بسبب خيانة فالأمور يا برج الجدي يعني رح تتحسن وإن شاء الله خير يا برج الجدي فإنت لازم تطلع من الحالة هذه والآن سوف نمر إلى ما هو عاطفي يعني ما هو عاطفي في شغلات غريبة فرح نبلش شايفاك يا برج الجدي يعني كأنه قافل على حالك وواخد جنب كأنك قطعت اتصالك مع العالم الخارجي أو مع الحبيب يعني كأنك قفلت كل التواصل واختفيت ولكني أنا شايفاك بعدك بتحب الحبيب يعني وبالطالب يعني بحكم أو بالعدالة فممكن يكون الحبيب يتزوج أو انتو يعني في حلاقة ثلاثية لا يتحرك بحلاقة ثلاثية أو هو ممكن يكون هو الزوج وانتو متباعدين مع بعض في عندي برج ميزان جوزاء دلو احنا ماشيين بالقراءة ورح أقول الأبراج اللي عم تظهر بالقراءة لأنه كل الطاقات موجودة ترابية نارية هوائية أو مائية كذلك مائية ولكن كأن شايفاك متعلق يا برج الجدي متعلق بالحبيب وفي مراقبة وحتى الحبيب بعده براقبك يا برج الجدي ولكني شايفاك عام له روحك مو مهتم وفي ملكم اللي مختفي ومخبي مشاعره وما عم يظهر أبدا فكأنك يا برج الجدي تعبت من الشي اللي صار ممكن تكونوا حاليا كل واحد في مكان أو كل واحد في بلد لأن اللي شايفاك في مسافة بيناتكم في ملكم اللي متعلق بالحبيب أو بشخص يعني متباعد عنه فممكن يكون أكبر منك الشخص هذا يعني لإني بشوفك إنه متزن وأكتر حكمة وعارف حاله شو عم يعمل في برج الميزان تور عزراء خليني نشوف طاقتك رح نشوف الطاقة تبعك طاقتك فعموما يا برج الجدي شايفاك يا برج الجدي متزن وواتق من حالك رغم كل شي صار فكذلك شايفا في منكن اللي عندو خيبة أمل من الشغلة صارت أو من علاقة ثلاثية يعني ممكن تكون دمرت علاقتكن أو حدفات عل علاقة وانفصلتو كذلك في عمشوف في منكن اللي بعيد عن أهله ومشتاق لإلهم في اللي قاعد لحاله عمشوف في تفكير وذكريات يعني لحدا من الماضي مشتاقن له كتير انتو بتحبوا بعضكم يعني وكأنه صارت بيناتكم مشاكل ولكن شايفاك يا برج الجدي ماسك زمام الأمور يعني وبعدك يعني عم بتفكر في بعدك بتحبوا في منكن اللي الحبيب يعني زعلان على الفراق اللي صار بيناتكم وبعده في ذكريات يعني كانت في بيناتكم يعني شغلات حلوة في رجوع لحدا لبعضكم في رجوع لحدا من الماضي ممكن تكون يعني كانت في بيناتكم علاقة طويلة في ذكريات والشخص هذا الشخص يعني مليح يعني مو شخص سيء هو شخص طيب وبيحطاك وبيشوفك شغلة حلوة وفي بداية جديدة انطلاقة يا برج الجدي ولكن الرجوع هذا لبعدكم رح ياخد وقت يا برج الجدي كذلك في شغلة غريبة عندي هون بالقراءة أحب يتشير إلى في منكن اللي متزوج ولكن بعده بيفكر بالحبيب أو بيحب شخص ثاني وهو مو مرتاح بزواجه شايف هي برج الجدي كأنه كأنك بدوامة كأنك خايف تمشي بالطريق اللي قدامك وعم تطالب بالعدالة وعم تطالب بحكم ممكن تكون قضية أو شغلة من هيك كذلك في منكن اللي الحبيب تركه وبلش حياتي يعني وبلش علاقة جديدة أو مشروع جديد أو مشروع زواج أو تزوج حتى لاني شايف الحبيب حاليا متزن ومشغول وبيفكر بمشروع يعني ممكن يكون مشروع زواج مشروع مالي شايفه مشغول بحياته وكذلك يعني ما اخفيك انه بيفكر بالمشاكل اللي صارت ووصلتكم للشي هذا سواء كان وصلتكم للانفصال أو القضاء لاني شايفاه حاليا هو بطاقة اتزان وتفكير كذلك في منكن اللي شايفته كانت بينوا وبين الحبيب علاقة من مدة طويلة وحاليا عم شوف في تباعد بينك وبين الحبيب هاذا اللي العلاقة كانت مدة طويلة بالسنوات يعني عم شوف منكن اللي فاصل قافل كل شي مرتبط بالتواصل السوشيال ميديا يعني كأنه عامل حالكم طمش ولا على بالكم اختفي وعمل طالبي يعني كأنه بالعدالة عدالة بحكم شغلة هيك بس انا شايفاك بعدك بتراقب الحبيب وهو كذلك بيراقبك لانه بعده في ذكريات بيناتكم وهو حاليا بيفكر يعمل استشفاء يعني وبيفكر اذا في مجال للرجوع او انت خلاص نسيته كذلك عندي في ورقة بتشير الى حكم ممكن يكون مصابق بالقضاء او قرار يعني اخدوا الحبيب او شغلة هيك يعني كأنه في انفصال عن شخص يعني بتحبه ممكن تكون انت انفصلت عنه او انفصلته بسبب يعني البعد كل واحد في دولة تانية منفصلين يعني كل واحد في دولة او حتى تربطكما مع بعض اكتما علاقة طويلة ففي يعني تواصل روحي بيناتكم في برج القوس والحمل والاسد كذلك كما يحدرك التارو من القاء اللوم والاتهامات على بعضكما البعض لان هذا قن ينهي العلاقة فالتارو بيقلك يجب ان تتحلى بالحكمة وان تسامح يعني ان تسامح الشخص اللي معاك ولا انت اللي بدك اياه على الاخطاء اللي صارت بالماضي ايا كانت اذا كنت تريد التقدم في العلاقة هذه ففي منكم اللي شايفاه زعلان واخد جنب وكأنه اخذ قرار وقافل على حاله وبعد خيبة امل وصدمة من الاشخاص مقربين يعني مقربين كأنهم اقرب او كانوا بالقلب نتيجة خداع او خيان او مكر او عدم تقدير يعني كأنه الشخص هذا والناس هدول كانوا الحب ولسه بعدهم الحب ولقيت حالك واقع بعلاقة ثلاثية وقررت تطلع من العلاقة فشايفك زعلان كأنك يعني مسافر او بدك تسافر او سافرت ولكن بعدك حزين يعني وفي ذكريات اخذها معك وبعدها معك كأنك مربط كذلك فيه منكم اللي اطلقوا يعني فيه طلاق موجود عندي فيه حدا تخلى عنكم يعني شريك حياتكم عم شوفهم بعدهم قاعدين داخل هذا الدوامة وفيه منكم اللي عم يستنى حكم عم شوف يعني فيه احساس فيه ناس عم تحس حالة وحيدة وتعبانة وكأنه العالم تخلى عنها يعني كأنه عم تسأل حالة ليش صار معي هالشي وليش الله ما ساعدني فالملائكة بتقلك يا برج الجدي المساعدة قريبة منك ولكن افكارك السلبية تحجبها عنك فعليك التقرب من الله وتعمل ميديتيشن وكل الامور ستتحسن يا برج الجدي شايف فيه لخبطة كبيرة وفيه لانو هاي القراءة عم بحب شغلات كتيرة بالقراءة فيه منكم اللي بعلاقة علاقة التوأم الروح وصار بناتكم كلام او عنادة والشخص هذا عنيد فشايفك انه كل واحد واخد جنب او متباعدين فالحبيب شايفك يا برج الجدي النسلي بالوضع هذا شايفك انه انت الحب وفيه تواصل روحي بيناتكم يا برج الجدي فالحبيب براقبك ومفتقدك شايفك تعباني يا برج الجدي خليني نشوف خليني نشوف هنشوفو شايفك يا برج الجدي انك ستصبح متحمس او ممكن تقابل شخص جديد يعني في العمل او في سفر وفي عندك بداية جديدة مع شخص يعني رح تكون مرتاح معه او يعني مع شخص من الماضي يعني شخص بتحبه لانه الورقة هذي ورقة البداية الجديدة ورقة النجاح ورقة يعني زواج خطوبة احتفال يعني شغلة حلوة يعني كما قلت او ممكن شخص جديد او شخص من الماضي يعني كنت على علاقة معه او شخص يعني رح تحبه في شغلة حلوة رح تصير يا برج الجديد ممكن يعني زواج او نجاح او انتسار فانا شايفاك رح تتقدم يا برج الجديد طالعلك الشمس ففي احداد جميلة جاية بطريقك ان شاء الله يا برج الجديد بعد الشغلات اللي شفناها بالورق وشفنا الوضع التعبان وشغلات صارت معك يعني شغلات متعبة يعني في شغلات حلوة جاية بطريقك في اخبار صارة في منكم اللي رح يتلقى هدية رح تكون مفاجأة الو او رح يوصل ويعني شي خبر حلو ملتوياه رسالة شغلة في منكم اللي مضرب تجربة قاسية يعني او طلاق يعني او متحمل مسئولية كبيرة في كذلك اللي عم شوفي منكم اللي طلق وعندو اولاد يعني هاي مسئولية كبيرة ولكني عم شوفك يعني اكتر حكمة صرت اكتر حكمة واكتر اتزاناً خصوصاً بعد الشي اللي يصار معك يعني بعد خيبة الامال والهموم يعني اللي مريته فيها واحدة مريدة عن اشياء صارت بالماضي او حتى عن وضعك المالي كذلك عم شوف في ناس متعلقين بشخص من الماضي او باحدات من الماضي او شغلات صارت او شغلات صارت معكم يعني كأنه في شغلة يعني غريبة رح تصير معكم يا برج الجلي يعني كأنه في مساعدة رح تجيك يعني من السماء من الله رح يساعدك بشغلة شي معجزة رح تصير معك يعني شي انت ما كنت متوقع هلين اشوف يعني شغلة انت كنت بتطالب بيها يعني كأنه حكم عدالة شغلة او ممكن زواج في احشي حدث سعيد ان شاء الله خيف بس الموضوع هذا رح ياخد وقت يعني رح يتجاوز الشهر هذا او ممكن ممكن يعني انه رجوع شخص انت بتحبه او شخص مهم بحياتك او في انتصار يعني كنت عم تستنا يعني في شغلة رح تصير شوفوا الأوراق كيف اجت شي شغلة رقم واحد انت لازم تشوف شو يعني شي رقم واحد طالع لك يعني بطريقة غريبة ممكن بعد أسبوع في واحد الشهر الجاي شهر واحد أو يوم واحد بس أنت لازم تشوف رقم واحد شو بالنسبة إليك شو سار يعني ممكن يكون أنت سار جاي لك بس في شغلة يعني يجاي بطريقك يا برج الجري رح تصير ممكن قضية رح تتحكم لصالحة كعدالة رح تحصل عليها فبتمنى أنكم تخبروني عن الشغلة هذي يا برج الجري في التعليقات رح أستنى أعرف لأنه أنا صار عندي فضول أعرف أن الأوراق يعني ما فاتوا إجوا بهالطريقة هذي فإن شاء الله خير يا برج الجري كذلك هم شوف يعني برج سرطان حوط في أبراج كتيرة موجودة عندنا بالقراءة هذي جوزاء فإن شاء الله خير يا برج الجري شغلات كتيرة مريت فيها إن شاء الله الأمور رح تتغير لأنه ما في شي بيضل على حاله يعني ما في شي بيضل الأبد أهم شي الإنسان أنه يفكر بطريقة إيجابية ويتقرب من الله ويتوكل عليه ويتفكر بالشغلات اللي بدوا إياها لأنه في مثل بيقول الشي اللي أنت بتفكر فيه هو الشي اللي رح تحصل عليه فإن شاء الله خير يا برج الجري بتمنى تخبروني عن الشغلة هذي الرقم واحد براه الأخير نعم